جزيل الشكر لكابتن نايمان شوقي وكل التحية والتقدير لكل جمهورنا العظيم جمهور للنادي الأهلي وأكيد طبعا في البداية بنقول كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وسعادة دايما يا رب بمناسبة طبعا عيد الأطحى المبارك وهذه الأيام الكريمة يا رب إن شاء الله نهارده يكون يوم عظيم وسعيد على كل جمهور للنادي الأهلي تحدي جديد في بطولة الدور العام واحدة من أهم المواجهات الحقيقة في مرحلة الحسم يعني إحنا خلاص هنسمي هذه المرحلة هي مرحلة الحسم النادي الأهلي إحنا عارفين طبعا 12 نقطة بتفصله عن التتويج بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله درع النادي الأهلي وتواجد إن شاء الله بإذن الله في مقر النادي الأهلي بالجزيرة أو درع بطولة الدور العام في مقر النادي الأهلي بالجزيرة إن شاء الله بإذن الله بالجهد والتركيز الكبير اللي مطلوب من كل لعباتنا النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا البنك الأهلي والنادي الأهلي على استادة القاهرة فيها التساع والنصف فيها الجولة 32 من بطولة الدور العام مباراة مهمة وصعبة محتاجة تركيز كبير جدا من اللاعبين محتاجة تخطيط ورؤية فنية معتادة الحقيقة من مستر كولر اللي أكيد عارف هذه المباراة وهذه المرحلة المهمة جدا يعني لو بنتكلم على البنك الألي واحدة من الفرق المميزة جدا يعني عندهم البلد أب كويس جدا عندهم عناصر على المستوى الفردي والجماعي عندهم سرعات عشان كده محتاجين بشكل كبير جدا لعابات النهاردة يكون في قمة تركيزها زي ما كدنا قلنا أكتر مرة يعني مستر كولر مركز على المجموعة كلها خلاص اللي هتخوت باقي المباراة بيحاول أنه هو يريح بعض اللعيبة على حسب طبعا متطلبات المباراة زي ما شفنا في المباراة الأخيرة بطولة كأس مصرح زي ما قلنا فيها مفاجآت لكن تم تحقيق الهدف وتم غلق الصفحة تماما بكل ما فيها خلاص النادي الآلي حقق الهدف ومنها لبطولة الدور العام واحدة من أهم المميزات اللي لمسينها الحقيقة في لعابة النادي الآلي هي الفصل التام بين كل بطولة وده أمر مهم جدا لأنه لابد يكون في رغبة متجددة يكون في دوافع مستمرة عشان كده بنقول الخبرات الكبيرة المتواجدة في صفوف فريقا للنادي الآلي ما يميز هذا الأمر أنه بيكون فيها حديث مستمرة مع كل اللعبين لأنه هي مرحلة مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله من الـ 12 نقطة تكون مباراة اليوم بـ 3 نقاط إذا تبقنا 9 نقاط أمر مهم جدا هترفع الضغط بشكل كبير جدا على لعابة وخلاص بقى الرجل يبدأ ميستر كولر يطلع بقى عدد من النشئين يبدأ أنه يشوف يعمل روتيشن بشكل أكبر شوية لأن روتيشن اللي بنشوفه في أدية الحدود عناصر بسيطة جدا بيتم تغييرها لكن الأمر كمان اللي بيسعد كله جمهور النادي الآلي أن اللي بيكون ممتواجد زي اللي بيكون مستمر فيها المباراة يعني ده حاجة بتسعد الجمهور وبتسعدنا بتسعد أكيد الجهاز الفني أن كل اللعابة اللي بتشارك عندها الشغف الكبير جدا عايزة تأخذ فرصة بالقاتل على المباراة وده أمر مهم جدا لأن المصلحة كلها في النادي الآلي بتصبف مصلحة النادي الآلي وهو هدف أكيد الجميع هو التتويج إن شاء الله بمشيئة الله ببطولة الدوري العام متواجدين كالعادة كابتن آيمن في المقار طبعا فندق قامل خاص بفريق النادي الآلي الأمور الاعتادية الخاصة بالبردامج الغذائي الفطار الغداء المحاضرة الفنية الأخيرة كالعادة لميستر كولر اللي بيأكد أكيد على عدم الاستهتار بهذه المباراة لابد يكون في تركيزنا كبير جدا أكيد الراجل عامل سينيروات عديدة يعني إمتى الضغطة هيكون متواجد توقيته هي بعمل إزاي التشكيل كمان الأدوار اللي مع لعابة النادي الآلي كل الأمور دي إن شاء الله بإذن الله تكون في مصلحتنا لعابتنا تكون بركزة بشكل كبير جدا استغلال الفرص أمر مهم جدا لأنه بنقول وبنأكد أكتر من مرة بنك الأهلي فرقة مميزة جدا عشان كده إن شاء الله النهاردة من خارج الخطوط ميستر كولر يكون موفق اللعيب النهاردة إن شاء الله يكون موفقها ويا رب إن شاء الله تلت نقاط يعني زي ما بنقول كده يكون عدية على كل جمهور النادي الأهلي وأكيد يكون يوم عظيم جمهورنا أكيد متواجد في استاد القاهرة بيؤازر وبيساند وبيدعم ودوره كبير جدا ومهم جدا في هذه المرحلة إن شاء الله بإذن الله يكون دورهم مؤثر جدا اللعب رقم واحد وليس اللعب رقم 12 وأيضا كمان لعبتنا يكون عندها استعاب بشكل كبير جدا المرحلة دي مهمة للجميع بالتأكيد يا كابتن عيمان نكون مستمرين معكم مع كل مشاهدين وكل جمهور نادي الأهلي في كل مكان بنين الكل الكوليس الخاصة بمبارات البنك الأهلي والأهلي من مقر النادي الأهلي فندوا لقامة حتى ملعب المباراة